أول شيء هي شجرة الحياة أو الشجرة العجيبة يعني موطنة الأصلي هو شمال الهند ولكن بيزرعوها بكل مناطق الاستوائية مثلاً بأفريقيا إلى آخره ونجحنا أنه نزرعها عندنا بلبنان وخاصة يعني قريبة من الساحل مثلاً أنا الزريعة تقريباً على لو 550 متر ولكن إذا كانت على مستوى سطح البحر هي أفضل بكتير هذه الشجرة أو العشبة نحن نستعمل مثلاً أوراقة نستعمل أشور الأقصان نستعمل الأقرون والبزور اللي بالداخل وهي فل بالنيترينت يعني كل شيء جسمنا بيحتاجه من فيتامينس وأملاح محدني مينيرولس موجودة بالمورينكا المورينكا كذلك الأمر مثلاً إذا أخذنا الوراق نشوف أنه كمية الفيتامين سي بالأوراق هي تقريباً شيء سبع مرات أكتر ما من نلاقي بالأورينجيس بالبرتقال وكذلك كل الأمر أباط 17 مرة أكتر من بوتاسيوم أكتر من البانانا من الماوس واستعملوها يعني مثلاً بشمال الهن بأفريقا بيستعملوها كستيبل دايت يعني محل الأكل وخاصة إذا ما مع المصاري مثلاً يشتروا أشياء تانية بيتبخوا المورينكا حلو نفتي جداً ولكن يعني توافع على التسمية الشجرة العجيبة طبعاً هي الشجرة المعجزة كذلك الأمر يعني عن جد يبدو أنه كينة إلى مكانة لدى شعوب هذه المناطق بيستعملوها بشكل يومي الله ما فيه إلون غير